اشتركوا في القناة 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 وبعد كده في يوم لقيت حدي بيقبط على بابا لساعة 3 الفجر بتفتح رأي سد بتقول لها شكرا ان انت بتأكل عيالي فبتقول لها عيال ايه انا الصراح ما اكلتش حد بتقول لها القطط مش انت كل يوم بتأكلهم بتقول لها انت عرفتي منين بتقول لها هما دول عيالي عيال التوقم وهم بيرجعوا كل يوم بيقولون انت اكلتهم ايه والصراح يعني بيقولون انت اكلك حلو ايه ده يعني فعلا التوقم بيحولوا القطط مش عارفة الصراحة ممكن دي تكون إشاعة أو ممكن تكون حقيقة مش عارفة يعني دي بجد حقيقة ولا ايه يعني بقولك مش عارفة مم كان بتقولها لي يمكن تكون خرافة يعني أو إشاعة اشتارت وكده يمكن مين هيقول قصة تاني انا 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 جات لي قصة حلوة جدا جاتلك يعني انت قلفتيها ولا حقيقة لا لا صدقني حقيقة جميع صدقني ودينا متأكدة 100% انها حقيقة طيب قولي في جماعة مدرسة اسمع مدرسة فيكتوريا للبنات المدرسة دي ما كانتش اسمعها كده زمان كانت اسمع مدرسة العلم بس تحصل حاجة ومن ساعتها هم غيروا اسمها هي المدرسة دي من امتى من سنة 1900 باين يا يزئة دي ما اوي ايوه فعلا هقولكم دلوقتي بقى قصة المدرسة دي مدرسة فيكتوريا للبنات ايوه انا حصل انا اسمعت الاسم ده قبل كده ممكن تكون اسمعت القصة دي قبل كده اساسا ايوه ايوه هي القصة دي مشهورة اساسا ايوه طبعا يا بنتي فينات كتير عارفينها وكلهم اجمعوا ان المدرسة دي مسكونة هي فيها ارواح يعني ولا ايه بالزبط مش عارفة بالزبط بس هي مسكونة يعني فيها عفريت وحاجات زي كده هو انت متأكد ان القصة حقيقية ايوه طيب اهو ممكن ما تحكيهاش ليه يعني عشان بخايف الصراحة يعني القصة اللي هي حكيتها انا حاسة انها كانت ممكن تكون خرافة لكن زينتي بتقول ان هو الناس اجمعوا النايحة ايه وكده فايريت ما تقولهاش طيب ماشي مش اقولها ايه ده اللي حصل ده مش عارفة مش عارفة يا جماعة ممكن يكون بيعلق عايدي يا جماعة متخافوش خلاص طيب ماشي معلش انتخضيت لا عادي هندي يلا قولي الميرا عشان تجاز تجاز هنروح فين هنقل القرية الجديدة دلوقتي ايوه مش الوقتي متأخر شوية الساعة اثنين بالليل ايوه هو وقت كويت عشان ننقل فيه طيب ماشي اقولها طيب يلا جازي بسرعة حاضر ميرا اجازي يلا بقى باهيسي حاجتك ليه يا ماما وفي حاجة ايوه يا حبيبتي هنسافر القرية دلوقتي بجد يا ماما يعني خلاص يا ماما القرية دي هنسابها ايوه يا حبيبتي من ايلالك من بدري يا ماما مش يا ماما طب اسبوع كمان لو سمحتي مش هينفع طالما بابوكي قالي الكلمة لازم نسمعها يلا جازي يا ماما لو سمحتي يا ماما يوب قى يا ميرا مش كل مر الموضوع ده يلا جازيء لين من الحاجة لي انتعايزها وممممس كد بدنا نسيب القرية دي خالص وكونوا كده مش هشوف صحبي تانى YAROBAAr당Н two on one of three يا ربي بقى نزع لينا قوي ده اخر يوم ليه في القرية دلوقتي هروحوا لقرية جديدة وانا مش عايزة اروحها اخيرا وصلنا البيت الجديد اكيد هيعجبكم يلا بقى يا ده احنا اخدنا وقت تتويل قوي في الطريق ايو فان الطريق كان متعب ده الصبح تلاح علينا رقمي يا ميرا قالبا والشك ده ليه يا بابا انت عارف ان احنا عمشينا من اكتر قرية انا بحبها وبعدين كل صحابي هناك واي يعني لو تعرفت على صحاب جدد برضو يا بابا اكيد هيكون في ذكريات في عقلي يا بابا وبعدين لمدرسة بتاعتي هناك انا بحب اول مدرسة بتاعتي ما كنتش عايزة مشي منها معلش يا ميرا هتروح مدرسة هنا حلوة جدا عن الفكرة ماشي يا بابا بس انا كنت عايز لمدرسة بتاعتي وعايز صحاب اللي هناك مش عايز أصحاب جدد لا لا عادي هتتعاودي على الموضوع يلا نروح عشان تشوف قطك حاضر يا باب يا ربي حتى القطة الجديدة مش حلوة والشقة الجديدة مش حلوة يعني قطة عبارة عن جزء من المطبخ البيت القديم كان أحلى بكتير وكمان القرية القديمة وأكيد المدرسة القديمة أحلى الصراحة يعني أنا حاسة نميرا لسه زعلانة وإي يعني لما تكون الأسزة علينا نعمل إي يعني مش عارفا بس أنا مش حايزها تكون زعلانة كده يعني هند إحنا خلاص جينات قرية وقدمنا لها في المدرسة وهي يصابت صحابها هناك نعمل إي يعني وبعدين أنا الشغل بتاعها يفضل هنا يعني مش هنفع نر جع هناك تاني وأنا اتكلمت معك في الموضوع ده قبل كده ما أنا عارفة بس أنا مش حايزها تكون زعلانة يعني هي بتحب صحابها هناك وكده أيوم هي هتروح المدرسة الجديدة وتتعرف على الناس جديدة وهتتعود وهتنسى الماضي ممكن بس هي فعل مدرسة اللي هي تروحها يعني فيها حاجات وكده يعني ايه فيها حاجات ما عرفش فيه ناس بتقول ان هي فيها عفريت اللي انت بتقوله ده انت بتقرر في اي حاجات خلاص يعني عشان مدرسة قديمة ممكن الناس تقول عليها حاجات وطال عليها اشعات بس دي مش حقيقة طيب ماشي ميرا نعم يا بابا ما تزعليش صديقن انت هتتعودي على الوضع هنا ماشي يا بابا مع ان القرية اللي هناك احلب كتير وكمان الشقة اللي هناك لا لا انشاء الله دي هتعجبك وهتتعودي عليها طيب ماشي يا بابا هول مدرسة اللي انا ه relatعبها اسمها ايه اسمها مدرسة فكتوريا مدرسة فكتوريا ايوة مدرسة فكتوريا اللي بناتها هو في حاجة لا لا مش اروح للمدرسة دي لا مالك يعني انتخضرتي كده ليه ما لها مدرسة فيكتوريا المدرسة دي كويسة جدا على فكرة لا يا بابا انا مش عايزة روح المدرسة دي يعني ايه مش عايزة تروحيها وانت كل حاجة لازم تعملي عليها مشكلة ولا ايه مشينفع كده يا بابا لو سمحت مشينفع روح المدرسة دي مستحيل ليه يعني مستحيل على فكرة كده مشينفع انت كل حاجة باتت تعملي عليها مشكلة انا ضمن المدرسة دي كويسة جدا وانت في الاخر ترجع تقولي ان انت مش عايزة تروحيها ايه ده وعيني عن السبب يا بابا السابب ان المدرسة دي مسكونة يعني ايه مسكونة هو انت بصداق ايه وخرافته وخلاص ومين قللك على الاشعاعات دي بقى صحبي في المدرسة القديم هم اللي قالو لي كده قالو في مدرسة اسمها مدرسة فيكتوريا والمدرسة دي مسكونة والله هو انت زي العبيتة صدقت يوم على فكرة ده غباء منك مفيش حاجة اسمها مدرسة مسكونة ومفيش حاجة اسمها عفراته بكلام الفارغ ده بس بوبو الكلام ده حقيقي لأ مش حقيقي ده كلام فارغ الأيام دي الناس بجت تحب تطلع عشعات و أكاذيب وكلام ده كله مش حقيقي أساسا يعني مدرسة مسكونة اتسدقوا الكلام ده وإي بوبو لما اتسدقك الكلام ده عشان هو حقيقي فعلا لا مش حقيقي هو إيه اللي حقيقي قال مدرسة مسكونة ربنا يعينك يا بنت ربنا يعينك وربنا يصبرني عليك هونه عملت يا بوبو لو سمحت مش عايز روح المدرسة دي هتروحيها يعني هتروحيها خلاص بقى ما تخللش اتعصب عليك اكتر من كده سلام يعني احنا نقلنا قرية جديدة وانا ما قلتش حاجة ونقلت معاهم من غير لما اتكلم وبعد كده هنقلوا لي مدرسة جديدة وكمل المدرسة مسكونة مش هينف عايز كوت اكتر من كده ولو قلت ربابا حاجة هيزعع علي ومستحيل يوافي ان احنا ننتقل تاني يعني انا كده هروح المدرسة المسكونة دي ويطرق اللي هي ميرا فين قعد جوا فقدتها طيب روحي نديها ليه طيب هوا في حاجة ايوه طبعا انت نسيتني ان الاسبوع الجاية عندها مدرسة ولا ايه ايوه عارفة بس وايه يعني ان هي عندها مدرسة هي هتستعد من دلوقتي والهدوم بتاع المدرسة الجنفورمة بتاعها لازم تجيبه هوا المدرسة ليها زي ايوه طبعا لازم التلميس كلهم يلبسوا زي مواحد انا بقولك المدرسة دي كويسة مزاي المدرسة اللي هي كانت فيها مع انها برضو المدرسة اللي كانت فيها كان فيها زي وكده يعني ماشي ماشي بس لد المدرسة اللي انا هو الدهرها دي احسن بكتير اكيد ايوه طبعا انت مش وصقة في كلامي ولا ايه لا وصقة في كلامك بس ايه بتقولي ان هي مدرسة مسكونة وكده مش مسكونة ولا حاجة هو انت هتصدقيها هتكذبين انا لا انا ما قصدتش يعني طيب روح نديها بقى عشان تروح تشتروا لبس المدرسة طيب ماشي ميرا يا ميرا هو يعني عشان لمدرسة قديمة وبقالها اكتر من 100 سنة تبقى مسكونة يعني صحابها طلعوا اشعة وايه صدقتها وكمان قالت لي مامتها على الاشعة ومامتها شكلها هتصدقها هي كمان ميرا يا ميرا نعم يا ماما في ايه انت نمت ليه حبيبتي الساعة 2 تدهر دلوقتي يلا اصحي بقى وفوقي كده حضر يا ماما اصلا صحيت اوه طيب كنت عايزة اقولك على حاجة اتفضل يا ماما انا قلت الباباكي انه على المدرسة مسكونة وكده يعني اكيد مش هيصدقك هو فعلا ما صدقنيش بس هو مين قالك على الكلام ده يا ماما صحابي يا ماما في المدرسة القديمة هما اللي قالولي على الكلام ده وكمان متأكدين منه يعني متأكدين مية في المية؟ ايوة يا ماما بس ممكن حافظت تكون اشعة لا يا ماما مش اشعة ولو عملت ايه مستحيل بابا يصدقني وانا عارف كده معلش يا بنتي بس هو قالنا ان احنا نروح نجيب اللبس للمدرسة بتاعك لا يا ماما انا مش عايز روح المدرسة دي يا ماما ماما مش هينفع يا ميرا انت ذات نفسك حتى قلت ان هو مستحيل يصدقنا هنعمل ايه؟ معلش يا حبيبتي احنا النهاردة هنروح ونجيب ازاي بتاع المدرسة بتاعتك وهو اكيد هيبقى حاجة حلوة كده وفستان جميل يا ماما لا يا ماما مش عايز البس اي حاجة من اللبس المدرسة دي المدرسة دي مسكونة يا حبيبتي خلاص بقى اعتبر ان الكلام ده اشعة اعتبر اشعة لي يا ماما هو حقيقي وانت اش عرفك بردو ان هو حقيقي ممكن صاحباتك بيعملوا فيك مقلب او اي حاجة يعني او ممكن يكونوا بيقولوا لك كده عشان تفضلي قاعدة في المدرسة بتاعتك يلا يلا حاضر يا ماما معلش بقى متزعليش ماما هو عامل ازاي طيب اللبس عشان امش لقيها بستي هو بتلاقي كده فستان محتوط علي بج مكتوب علي مدرسة فيكتوريا اكيد يعني يا ماما مش لقيها يا ماما تب استاني حاضر ليك بتدوري على حاجة معينة ايوة كنا عايزين زي بتاع المدرسة فيكتوريا مدرسة فيكتوريا للبنات صح؟ ايوة هي دي هوا لسه في حد بيروح المدرسة دي؟ هوا الحقيقة اوة احنا لسه متنقلين للقارية الجديدة هنا والصراحة يعني اهنودي بنتان لمدرسة دي مام اصد المدرسة قديم قوي بقالها اكتر من مئة سنة ايوة عشان كده احنا اخترناها البنتانا عشان اكيد يعني هتكون كويسة اه ممكن معرفش الصراحة طيب هوا ازاي بتاعها موجود؟ من اول لما المدرسة اتبنت لحد الوقت مغيروش ازاي بتاع المدرسة فممكن يكون عندنا واحد او اتنين يعني بس هو هيبقى قديم شوية طيب مش ازاي متغيرش؟ ايوة يبقى مفيش مشكلة طيب مش هوا ممكن يكون مثلا من عشرين سنة او حاجة طيب مش هاد دهوني حاضر سوايني اتفضل يا فاندم هوا موضو الاخر النسختين موجودة عندنا وادوا لابقى لهم حوالي ثلاثين سنة او حاجة طيب ماشي شكرا العافوا على ايه هشوف الفستاتين اللي هناك وبعد كده هجي اشتريهم طيب ماشي هو انتي بتهزر لي صح؟ وهزر في ايه؟ ازاي يعني اللبس ده بقى له ثلاثين سنة؟ عادي عشان المدرسة بقى لهمية سنة ومن اول لما المدرسة بنت مغيروش ازاي بتاع المدرسة فازاي ده كان معمول من ثلاثين سنة ومحدش اشتراه فقدتولها يعني عادي يا بنتي اصلا ازاي حد بيروح مدرسة فيكتوريا دي بيقول عليها مسكونة؟ ايوا ايوا بس عامل ايه بقى هي اللي طلبت كده مش هقولها لأ او مش عارف ايه لو سمحت ايو انت قلت ان المدرسة مسكونة؟ لا انا ما قلتش حاجة لا انت لسه ايلا دلوقتي ان المدرسة مسكونة لا اهي ما قلتش المدرسة مسكونة ولا حاجة انت اكد سمعتها غلط انا متأكدة ان انا سمعت صح انا ذات نفسي بقولك انا ما قلتش ان المدرسة مسكونة لا انت قلت دلوقتي وحتى لو قلت ان المدرسة مسكونة ما لك بتزعي كده لي انا ما اصدش ان انا زعها بس كنت عايز اعرف ان انت قلت المدرسة مسكونة ولا لا وانا قلتلك لا اما قلتش في حاجة يا ميرا ايوة يا ماما الصرح البنت دي قالت ان المدرسة مسكونة واحنا ممكن لو سألناها يعني وقلنا لبابا بابا يقتنع حتى او يعرف ان المدرسة مسكونة فعلا خلاص يا ميرا ايه دي بقى مش الموضوع ده ده الوقت يا ماما صدقيني هي قالت كده انا ما قلتش كده على فكرة خلاص بقى يا ميرا هتكسفينها قدام الناس يا ماما صدقيني هي قالت كده نسمعتها بودن الاتنين يا ماما انت هتكدبني مش هكدبك يا ميرا بس الموضوع ده مش ده الوقت هنفتحه خلاص بقى يلا هنشتري ازاي ده وخلاص يا ميرا انت كده كنت هتكسفينها قدام الناس اللي في المحل يا ماما صدقيني انا سمعت البنت بتقول ان المدرسة مسكونة ولو كنسألناها وقلنا البابا بابا كان ممكن يقتنع وممكن ما يودناش المدرسة يا ماما خلاص بقى يا ميرة انا قلتلك الكلام ده ممكن يكون فعلا اشاعة البنت ما لاتش حاجة ووي قالت كده حتى يا ماما صدقيني انا سمعتها يا ماما ممكن تكون اسمعتي غلط عشان انت بتفكري في الموضوع لا ياما لا ياما انا ما سمعتش غلط ولا حاجة المتأكدة ان انا سمعت صح خلاص بقى يا ميرا الموضوع ده ما تفتحوش تاني يا ريت خلاص انت هتروح المدرسة هنعمل ايه يعني حتى لو طلعت مسكونة هتعمل ايه بجد يا ماما يعني المدرسة لو كانت مسكونة ومن كانتش هتفرق معك وكنت هتوديني فيها يا حبيبتي المدرسة مستحيل تكون مسكونة المدرسة بقالها اكتر من 100 سنة يعني لو كانت مسكونة كان ناس كلها عارفت لكن دي اشعع بس ماشي ما تصديشي الكلام ده ماشي يا ماما ماشي ميرا ميرا يلا اسحي حضر يا ماما اصحيت يا ماما اصطرحنا خايف اقوي ان انا اروح المدرسة ليه يا ميرا يا ماما عش المدرسة مسكونة انت انتتتي ولا ايه يا حبيبتي قلتلك اعتبر الموضوع اشاعة واتجاهل الموضوع ما فيش حاجة هتحصل لا يا ماما زي اتجاهل الموضوع ما انتو مش فرق معكم عشان مش انتو اللي هتروح المدرسة يو يا ميرا مش كل شوية تفتح الموضوع ده يا ميرا لو سمحتي يا ماما صدقيني يا ماما انا خايف قوي يا ماما ممكن يحصل اي حاجة هناك انتو مش تفرق معاكم عشان انتو قاعديني هنا في البيت لكن انا اللي هاروح المدرسة يا ماما عايز روح مدرسة تانية بعد ايه يا ميرا بعد اما احنا اشتريني لبس المدرسة وجينا القرية مشينفع خالص يلا روح المدرسة يلا بطلي هبل يا ماما بقى انت لابت عامليني كده انا عملت ايه يا ميرا قلتلك اعتبر الموضوع اي شي انت مش عارف انت مصدق الموضوع كده عشان ايه يلا يا ميرا يلا حضر يا ماما حاضر اشتركوا في القناة انا بجده خايف ومتوترة قوي طيب اعمل ايه دلوقتي يمكن تكون المدرسة فعلا مسكونة انا لازم اتعرف على الناس دول عشان هما اكيد عارفين عن المدرسة دي ازايك اهلا هو انت كنت جديد هنا في المدرسة ولا بقى لك كتير لا دي اول سنة لي في المدرسة انا كنت بفاكرا كي بقى لك كتير هنا في المدرسة لا انا نهاردة اول يوم ليا طيب ماشي على حصي اول واحد اسألها تكون هنا لسه جديدة طيب مفيش اي حد بقى له هنا كتير اكيد هيكون عارف كلام كتير عن المدرسة انا ممكن اسأل المشرفة عشان لو فعل ان المدرسة كانت مسكونة هي تقول لي واروح اقول لي بابا وبابا ينقلني اي مدرسة تانية عشان خايفة قوي اهلا انا هو احتردك المشرفة هنا ايو انا المشرفة يا حب بتعاوزة حاجة كنت بس عايد اسألك سؤال اتفضلي هو المدرسة هنا مسكونة ولا لا يعني ايه مسكونة يعني فيه الناس بتقول لي المدرسة هنا مسكونة وكده عشان بقى لها اكتر من 100 سنة هيا يعني عشان المدرسة بقى لها اكتر من 100 سنة تبقى مسكونة يا ربي عاص طبح ده صبرني يا رب خلاص انا اسفة امشي يلا رح عالطبور يلا يلا حاضر حاضر قال للمدرسة مسكونة قال عاملينا اهلا يا بنات انا عارفة النهاردة اول يوم مدرسة معلشان اتأخرت عليكم يلا بس عشان ندخل على الحصة دلوقتي عشان اتأخرنا قوي معلشان اسفة يلا يا ميس اه معلش يا فكتوريا يلا يا حبيبتي يقفي في الطبور عشان ندخل على الفصل حاضر يا ميس ما علشان اصفى على التأخير لا لا عايد دي انا كما اتأخرت يلا يلا طيب مش اسمك فيكتوريا ايوان اسمي فيكتوريا دي ازاي صاحبة المدرسة برضو اسمها فيكتوريا لا لا هم سموا المدرسة على اسمي ازاي والمدرسة بقى لها اكتر من 100 سنة هبقلك بعدين يلا يا بنات كيفية راغي يلا بقى عشان ندخل على الحصة يلا طبعا يا بنات كلنا عارفين ان نهاردة او اليوم مدرسة وكده واعتقد يعني معظم الفصل يعني يعتبر كله جداد معدى فيكتوريا بس بقى لها كتير موجودة في المدرسة ايوة يمس طبعا انا بقى لها كتير بس كلهم جداد كلهم ايوة طبعا دلوقتي هنتعرف عليهم واحدة واحدة انا اسمي ميرا انا اسمي اسراء وانا اسمي هنا وانا اسمي كوسر طب استنوا بقى عشان نحفظ الاسامي يعني ميرا واسراء وهنا وكوسر صح كده؟ ايوة صح طيب تفضلوا عودوا بقى عشان النهاردة هنبدأ نشرح الحصة بتاعتنا طيب ماشي حصة النهاردة هنتكلم في موضوع بسيط جدا واللي هو النعب هيا ميس هوا ممكن اروح الحمام؟ ايوة طبعا اتفضلي اسراء شكرا يا ميس العافو علي ايلا روحي حاضر اه ايه اذا فيكتوريا اهلا يا اسراء هو انت ازاي جيت الحمام اصلا استأذنت من المدرسة قبلك يعني ايو ايوة انت بعد ما استأذنتها انا استأذنتها وهي وافقت وجيت بس ازاي وانا رحت وانت كنت لسة في الفصل لا لا ما انا جيت بسرعة عشان كده لقيتني يعني الناسة بقتك يمكن ما اخدتش بالك مني بس انا متأكدة انا ما شفت جيش وايه يعني ممكن تكوني مش مركزة ممكن ممكن هو انت بقالي قد ايهنا في المدرسة بقالي كتير ايوة يعني كم سنة كتير قوي طيب مشي انا هروح الفصل بقى طيب انت كنت جاي الحمام لي لا لا انا انا ما كنتش عايزة جاي الحمام اسيسا بس كنت عايزة هخسر ايدي بسرعة وهمشي انا رجعت يام ياميس في ايه اسراء مفيش حاجة مفيش طيب يلا عوضي حضر ياميس يا ربي ازاي فكتوريا كانت في الحمام وبعد كده اول لما رجعت الفصل لقيتها في الفصل مع انها كانت لسه موجودة هو ايه اللي بيحصل ده انا مش فهم حاجة اسراء هو في حاجة لا لا ياميس مفيش حاجة ولا حاجة انا بس يعني متوترة شوية ليه يعني عشان اول يوم صح ايو ايو انا دايما اول يوم كده بكون متوترة عادي طيب ماشي عايزة حاجة لا لا مش عايزة حاجة هو بص الفضل على الفصل حقد ايه ممكن مثلا خمس دقيق وعشر دقيق مش كتير يعني طيب ماشي انت زيقتي بالحصة ولا ايه لا لا ما زيقتش ولا حاجة طيب ماشي سراء ايه ده هو ايه اللي بيحصل ايه ده هو في ايه انت خايفة صح اخف ايه هو هو اكيد انا خايفة اللي بيحصل ده فاهميني ايه دي يا اسراء ايه ده مفيش داع للخوف لا ازاي لو سمحت هو فين المدرسة وبقت الطلاب راح وفين ما تخفيش هيرجعوا دلوقتي كنت بتقولي حاجة يا اسراء لا انا ما كنتش بقول ايه ده هو اللي بيحصل في حاجة يا اسراء ايوه يا ميس اسراء كتعايز تروح الحمام لا انا ما قلتش كده ايوه ايوه هي قالت بس هي مكسوفة بس طيب ماشي روحي يا اسراء وروحي معايا فيكتوريا طيب ماشي يلا يا اسراء يلا هاتي ايدك لا لا مش لازم اروح يلا يا اسراء تعالي طيب طيب ماشي يا تره هو ايه اللي بيحصل انا حاسة ان في حاجة غريبة بتقولي حاجة لا لا ما بقولش حاجة ممكن تفهميني بقى ايه اللي بيحصل يعني ايه اللي بيحصل انت اللي عايزة تكبر Cannes اتكبر مواضيع ايه اللي بيحصل هنا الحقوني اسقوتي خالص ما تتكلمش ولا كلمة اسراء هو في حاجة بتحصل ميرا لاحقيني يا ميرا في حاجة غريبة صدقيني على الفكرة ما فيش حاجة اسراء بس بتحب تكبر الموضيع وبعدين لنا قلتلك يا اسراء مفيش حاجة انا واسراء بنلعب هي بقى بتكبر الموضيع وبتقول علي ان انا عفريتا على الفكرة انا برضو حاسة في حاجة مش بتحصل الصراحة يعني اسراء اهو فيه ناس بتقول ان المدرسة دي مسكونة ايوه يبقى المدرسة فعلا المسكونة عشان اولا ما جيت الحمام كدد فكتوريا هنا رجعت الفصل لقيتها هناك مع انها مش افتاش في الكلو درق او اي حاجة ازاي يعني مش عارفة قلت لها ان انا سبقتها بس هي مش مصدقة لا اكيد في حاجة اسراء يحكي ليه على كل حاجة حصلت انا في حاجة غريبة عمالة تحصل فجأة للي يلي انا خايفة او يا ميرا في حاجات مش طبيعية عمالة تحصل صدقيني يا ميرا انا خايفة اوي انا مصدقايكي مصدقايكي يا اسراء عشان فيه ناس صحابي كانوا بيقولون ان المدرسة دي مسكونة وممتي مش مصدقيني وكل الناس مش مصدقيني حتى المشوفة بتقول لها بلدة فكتوريا ممكن تفاهمين ايه اللي بيحصل افاهمكم ايه فاهمين ايه اللي بيحصل في المدرسة دي وفاهمكم ليه اساسا هو انا موجودة هو اللي بيحصل يا فكتوريا ارجوكي فاهمين ايه اسراء هي فكتوريا راحت فين مش عارفة يا ميرا مش عارفة انا بقولك في حاجات مش طبيعية عمالة تحصل انا مش فهمة اللي بيحصل هنا ولا انا فهمة ازاي ازاي اختفت تعالي نسأل المشوفة بسرعة طيب ماشي يلا يا ميس يا ميس سواني نعم في ايه هو فين فكتوريا 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 مين فكتوريا اللي كانت معنا في الفصل المدرسة اسمها فيكتوريا بس ما فيش بنت معنا في الفصل اسمها فيكتوريا لا كان فيه بنت اسمها فيكتوريا معنا في الفصل شعرها اسود كده وطويل هي فين انتو عايزينها ليه دي ماتت من زمان يعني ايه ماتت من زمان اصلا ما فيش بتلميذة معاكم في الفصل اسمها فيكتوريا انسوا الموضوع ده لا كان فيه تلميذة معنا في الفصل اسمها فيكتوريا صدقين يا ميس انا بقولك ما فيش بنت في الفصل اسمها فيكتوريا البنت اللي اسمها فيكتوريا دي آخر موركت في المدرسة مثلا من 90 سنة أو حاجة وماتت عشان كده سموا المدرسة باسمها إيه؟ يعني فيكتوريا مش معنا أساسا؟ لا مش معاكم ما فيش بنت اسمها دلوقتي فيكتوريا مين بيسمي الأسامي دي؟ يعني؟ يعني البنت اللي اسمها فيكتوريا دي ما كانتش معانا في الفصل؟ بقولك لأ ما كانتش معاكم في الفصل أمه المين اللي كانت معانا دي؟ يا ميرا مش أنت كنت شايفاها؟ ايوه اسراء انا كنت شايفاها ازاي بس مش معنا في الفصل الكل ده انتو اكيد بتعملوا مقلب يشوقت كلام فارغ يميس صدقيني يميس مش مقلب طيب ممكن تقول لنا اكتر عن فيكتوريا دي كانت تلميزة موجودة في المدرسة من 90 سنة مثلا وميتت عشان كده سموا المدرسة باسمها عشان هي كانت تلميزة متفوقة بس كده عشان كده المدرسة اسمها مدرسة فيكتوريا لكن من 90 سنة بعد ما البنت دي ميتت من فيش واحد اسمها فيكتوريا داخلت المدرسة هنا يعني من فيش واحد اسمها فيكتوريا معكم في الفصل خلاص خلاص يميس احنا اسفين ايه ده طيب احنا نعمل ايه دي الوقتي مش عارفة اقول الله انا خايفة اوي انا خايفة اوي انا قلت المام و بابا بصم مش مصدقيني حتى لو قلت لهم الكلام ده عمروا وما يصدقوني طيب هم ليه مش مصدقينك بيقولوا ان العفريت والكلام ده كلام فارغ اكيد مش حقيقي يعني ايه اكيد مش يصدقونا طيب تعالي نسأل البنات اللي معنا في الفصل طيب ماشي هو ممكن نسألكم على حاجة ايه اتفضلوا هو انتوا عارفيني بنت اللي اسمها فيكتوريا ايه اعرفين احنا كنا عايزين نسألها يا فين عشان كنا عايزين نسألها لشوية اسئلة بما انها يعني بقالها كتير في المدرسة هي الصراحة مفيش بنت اسمها فيكتوريا معنا في الفصل لا في في اكيد انت في فصل تاني بس لا مش انت اسمك اسراء ايوا اسراء انت معنا في الفصل ايوا بس فيكتوريا مش معنا في الفصل لا لا فيكتوريا موجودة معنا احنا سألنا دلوقتي مدرسة وبتقول اني مفيش بنت اسمها فيكتوريا اسيسا اخر بنتي كان اسمها فيكتوريا كانت من تسعين سنة وميتت عشان كده سموا المدرسة باسمها ايه ايه الكلام ده يعني ايه يعني صدقينا مفيش بنت اسمها فيكتوريا ازاي يعني مش عارفة بس فيه الناس بتقول اني مدرسة هنا مسكونة مسكونة؟ أيوة مسكونة طب وإيه الحل دلوقتي إحنا نعمل إيه؟ مش عارفة بس أنا وقلت ماما وبابا أكيد مش هيقوله يعني إن ده جنون هيقوله إن ده هبل مش هيصدقوني خالص أيوة وأنا برضو ماما وبابا نفس الحكاية مستحر يصدقوني طب ونعمل إيه دلوقتي؟ مش عارفة إنتوا مصدومين إن أنتوا عرفتوا أن أنا أساساً ميتة بقالي تسعين سنة؟ يا ربي هو إيه اللي بيحصل هنا؟ فهمونا إحنا أصلا مش فهمين حاجة هو إيه اللي بيحصل في فكتوريا أرجوكي يقول لنا إحنا ما عملنا لك إيش حاجة إنتي لا عايزة تأذينا ومين قال إن أنا مش أأذيكم؟ أنا أكيد هأذيكم إنتوا عملتلوا حاجات كتير لازم أأذيكم إحنا عملنا لك إيه بس؟ إحنا ما عملناش حاجة هقول لكم على كل حاجة دلوقتي وأقول لكم على حكايتي من أول ألف لحد إيه؟ إحنا طب إحنا ما عملناش حاجة إنتي لا عايزة تخوفينا أخوفكم؟ ولا أنا شفت في حياتي يعتبر إيه بقى؟ ما دام بالنسبة لكم كده يبقى خوف أنا شفت في حياتي حاجات عمري ما حد شافها طيب إحكينا ما يمكن نقدر نساعدك بس ألكون جسي بنا في حناركوكي متعملناش حاجة هقول لكم دلوقتي على كل حاجة وهقول لكم لكل اللي بيجي في المدرسة هنا بيموت إيه؟ بيموت؟ أيوة منتوا أول سنة لكم هنا ودايما كل سنة بيكون في بنات جديدة دايما كل سنة البنات بتموت في المدرسة هنا وأنا الوحيدة اللي بيكون بقالي كتير في المدرسة بس هم بيكونوا جداد عشان أول سنة أو أول أسبوع عليكم بتكونوا خلاص نايمين في قبركم فهمت ولا لأ؟ أرجوكي متعملناش حاجة أرجوكي أرجوكي متعملناش حاجة خلاص أنا هعرفكم كل حاجة دلوقتي هقول لكم بداية حكايتي اللي كانت من تسعين سنة أول حاجة أنا دخلت هنا المدرسة عشان كانت من أحسن المدرسة اللي في المدينة وأول لما دخلت كنت فرحانة قوي عشان عارفة لأنا هيبقى عندي صحاب وهتعلم وهيبقى أوقات جميلة جدا بس حصل العكس لقيت كل التوليوب بيتنمر علي من غير سبب كل ده عشان مستوية أقل من وستوهم شوية حتى المدرسين كانوا بيعملوني بترقية مش حلوة مش عارفة ليه كانوا دايما فكريني أن أنا أسوأ وحدة مع أني كنت شطرة جدا ومتفوقة بس هم دايما بعملوني وحش حطوا الطلاب وفي مرة حبثوني في الحمام وفضلت محبوسة اليوم كله عمالة صوت وعيت ونادي عليهم ما فيش حد سمعني فضلت في المدرسة لحد الممت وكل ده هم مش عارفيني عشان حطوني في الحمام آخر يوم مدرسة وهم طبعا كانوا في الأجازة بتاعتهم وانا كنت عملة عزب في الحمام وعملة صوت ومحدة سمعني لحد لما ممت وبعد لما ممت روحي فضلت موجودة في المدرسة وقلت أني لازم أنتقم ولازم أقتل كل التلاميذ اللي بيجوا في المدرسة وكل المدرسين حتى المدرسين اللي موجودين هنا كلهم عفريت معايا يعني يعني انت عفريدة وكلهم عفريت يعني المدرسة دي مسكونة؟ أيوة المدرسة دي مسكونة واللي بيقول غير كده كداب لازم أقتل الناس كلها أي حد هيجي المدرسة أقتله عشان يحسوا بالله أنا حسيت بي أنتو المفروض كلكم تتحبسوا في الحمام وتتعذبوا زي ما أنا تعذبت لازم أخد بطاري لازم أنتقم من نفسي فيكتوريا أرجوكي ما تمشيش إحنا ما عملنا لكيش حاجة إحنا ممكن نساعدك يا رب إحنا نعمل إيدي الوقتي يعني إحنا مصرنا أن إحنا نموت في المدرسة هنا زي ما فيكتوريا ماتت أيوة عشان كده إحنا التلميذ كلهم جداد كل التلميذ أول يوم لهم في المدرسة لكن التلميذ القديمة كلهم ماتوا طب إحنا أنا عمل إيه دلوقتي يعني إحنا كده هنموت في المدرسة هنا أيوة إحنا كده هنموت زي ما فيكتوريا ماتت أنا مش فاهمة يعني إحنا كلنا هنموت يعني مفيش حل تاني ممكن نساعد فيكتوريا وكده تخلينا ان احنا ما نموتش انا مش عارفة سدقنا ان انا مش عارفة حاجة طيب احنا لازم نشوف حال مش عارفة نسيب نفسنا ان احنا نموت ايوة معك حق يا طلاب يا طلاب في حد جاي امسحوا الدماء بسرعة طيب ماشي يا طلاب مين عمل كده في الحمام يعني ايه في حد رسم حاجاته على الحمام محدش عمل حاجة لأ تعالوا معي عشان لازم تشوفه كل واحدة تدخل وتشوف عشان عايز اعرف مين اللي عمل كده لأ احنا ما عملناش حاجة صدقين عارفة ان انتو ما عملتوش حاجة بس ممكن واحدة فيكم تكون بتجدب يلا تعالوا كلكم ودخلوا وشوفوا طيب ماشي يلا تعالوا بسرعة يلا نروح لا استنوا انا عارفة هي بتنادينا ليه ليه مش فيكتوريا قالت ان حتى المدرسين اشباح زيها ايوة فيكتوريا قالت كده معناها هي بتستدرجنا عشان ندخل للحمام وتقفل علينا ونتعذب لحد ما نموت ايوة صاح معاك حق طيب احنا كده نعمل ايه هي بتنزع علينا دلوقتي نهرب ازاي مش عارفة والله مش عارفة يا فيكتوريا ارجوكي مش نعمل لك حاجة احنا عايزين نساعدك يا فيكتوريا ارجوكي احنا مش عايزين نموت هنا يا فيكتوريا انا ممكن اساعدكم واخرقكم من هنا من غير لما تموتوا شكرا يا فيكتوريا شكرا بس بشرط واحد ايه هو الشرط انتم لازم تساعدوني واتخلوني ان انا استريح لازم روح تستريح عن كل اللي حصل ده طيب عايزيني نعملك ايه قولنا واحنا هنساعدك انتم لازم تحرقوا المدرسة دي تحرقوها كلها عشان كل الحاجة اللي حصلت فيها انساها عشان روح تستريح يا انت طلبة منه ان احنا نحرق المدرسة عشان ما نموتش ايوة طيب مفيش حل قدامنا غير كده صح ايوة هو ده الحل الوحيد ولو ما حرقتوش المدرسة خلال ساعة واحدة اعتبروا ان انت اقصدكم كلها في القبر طيب طيب مش طيب يا جماعة دلوقتي احنا نعمل ايه اكيد يعني هنحرق المدرسة اكيد ايوة لاتم نبدأ احنا نحرقها من دلوقتي طيب يا جماعة لو اهلين سألونا مثلا ليه عملتوا كده ممكن البوليس يعمل لانا حاجة لا اعلى ما اعتقد المدرسة هنا مهجورة بقالها كتير يعني ممكن محدش يلاحظ اسنية حرقت ايوة صح مدام كل المدرسين وكل التلميذ اشباح يبقى انا هنلازم نعمل كده ايوة يلا احنا دلوقتي نبدأ ان احنا نجيب البنزين والغاز عشان هنولع في المدرسة طيب ماشي وبكده روح فيكتوريا قدرت ان هي تركه دي بسلام والمدرسة تحرقت وما بقاش اي تلميذ يروحوها تاني وما فيش ضحايا تاني وكمان التلميذ اللي في المدرسة السنة دي قدروا ان هما ينقصوا حياتهم عشان هما تواصلوا مع فيكتوريا وقالت لهم على الحل ان هما يحرقوا المدرسة بس للأسف اهلهم مش مصدقينهم ومش مصدقين ان فيها فريط اساس بس هما عملوا في دماغه وريحوا في فيكتوريا وروح دلوقتي قدرت ان هي تركه بسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة